السلام عليكم ورحمة الله أمامنا زاوية OX OY حيث O لا نراه وغير متاح وليس في المتناول نريد رغم ذلك بناء الجزء الظاهر من المستقيم OM شريطة أن لا تتم البناءات إلا على المساحة الزرقاء بعبارة أخرى عدم تمديد هذين المستقيمين للحصول على النقطة O إذن كيف نبني الجزء الظاهر من OM سيكون شيء من هذا القبيل دون رسم O ودون تجاوز المساحة الزرقاء أقترح أن توقف الفيديو وتفكر سأعتمد ثلاث طرق الطريقة الأولى الطريقة الأولى تعتمد على ما يلي بناء مثلث تكون OX OY زاوية له وتكون نقطة M مركزه القائمة أعيد إذن الطريقة الأولى تعتمد على بناء مثلث تكون الزاوية OX OY إحدى زاوية المثلث وتكون نقطة M المركز القائم لهذا المثلث مرة أخرى أقترح عليك أن توقف الفيديو وتفكر مدامة OX OY زاوية للمثلث فإن أحد الأضلاع محتوى في OX وبالتالي لو أبني العمودي على OX المار من M سيكون حاملا لأحد الارتفاعات ولكن هذا أيضا ظلع للزاوية إذن هناك ظلع آخر محتوى هنا وبالتالي عندما أبني هذا الحامل الارتفاع سيقطع هذا الظلع في أحد رؤوس المثلث كذلك بما أن OX OY زاوية من زاوية المثلث فإن أحد الأضلاع محتوى هنا وبالتالي هذا المستقيم هو حامل لأحد الارتفاعات وبالتالي هذه أيضا نقطة أو رأس من رؤوس المثلث إذن A و B المثلث يعني أصبح OAB هذا هو المثلث الذي حدثتكم عنه OX OY هي إحدى زاوية و M هو مركزه القائم إذن أين هو الجزء الظاهر من المستقيم O M المستقيم O M يمر من أحد الرؤوس و يمر من المركز القائم إذن هو حامل للارتفاع الصادر من O إذن سيكون عمودين على A B يمر من M و عمودي على A B يمكن أن نستعمل البركار و نبنيه لا مشكلة في الأمر هذه هي الإجابة نمر للطريقة الثانية الطريقة الثانية سنستعمل فيها تناظر المركزي الفكرة تتمثل في أريد أن أنقل O أمامي أو الأصح أريد مناظرة O بالنسبة لأحد النقاط تكون أمامي يمكن أن نختار هناك عدد لا نهائي من الاختيارات أنا أفضل أن M لأنها تسهل الأمور إذن أريد بناء مناظرة O بالنسبة لأم O تنتمي للمستقيم O X إذن مناظرة O ستنتمي لمناظر المستقيم O X كذلك O تنتمي للمستقيم O Y إذن مناظرة O بالنسبة لأم أو صورة O بالتناظر المركزي S M تنتمي لصورة O Y بالتناظر المركزي S M إذن يجب أن أبني S M ل O X و S M ل O Y كيف أبني صورة O X بالتناظر المركزي S M أختار نقطتين وأبني صورة كليهما فأتحصل على هذا المستقيم كيف أبني صورة O Y بالتناظر المركزي S M أختار نقطتين هذه مثلا وأبني صورتها بالتناظر المركزي S M فتكون تقريبا نقطة هنا وأفعل نفس الشيء مع نقطة أخرى فأتحصل على S M ل O Y إذن أين هي مناظرة O بالنسبة لي M هي تقاطع هذين المستقيمين إذن أمددهما هذه هي O أولي أين هو الآن الجزء الظاهر من المستقيم O M نعرف أن مركز تناظر ونقطة وصورتها على استقامة واحدة إذن المستقيم O M هو نفسه المستقيم M أولي وهذا هو الجزء الظاهر من المستقيم O M الطريقة الثالثة نفس الشيء هناك ولكن بالتناظر المحوري يكفي أن أرسم مستقيما بحيث تكون مناظرة O بالنسبة لهذا المستقيم أمامي هنا على المساحة الزرقاء لتسهيل الأمور أختار هذا المستقيم عموديا على O X أو على O Y ويمر من M مثلا هذا اخترت أنا الدلتا كما في الرسم إذن كيف سأبني مناظرة O بالنسبة لدلتا وأنا لا أرى الأو الأو هي تقاطع O X و O Y إذن مناظرة O ستنتمي لمناظر المستقيم O X بالنسبة لدلتا ومناظر O Y بالنسبة لدلتا ما هو مناظر O X أو إن شئت صورة O X بالتناظر المحوري S دلتا هو نفسه إذن لأنه عمودي على دلتا إذن مناظرة O بالنسبة لدلتا تنتمي لـ O X O تنتمي لـ O Y إذن مناظرة O تنتمي لمناظر O Y بالنسبة لدلتا إذن أبني مناظر المستقيم O Y اختاروا نقطتين اختاروا هذه لأنها نقطة ثابتة ومناظرتها هي نفسها واختار نقطة أخرى وبالبركار أبني مناظرتها فتكون مناظر O Y هو مستقيم على هذه الصورة هذا هو S دلتا لـ O Y أين هي مناظرة O بالنسبة لدلتا؟ هي تقاطع هذين المستقيمين إذن أمددوهما فأتحصل على O أولي أين هو O M؟ قبل ذلك أرسم المستقيم M O أولي المستقيم O M هو مناظر المستقيم M O أولي إذن أبني مناظرة M O أولي بالنسبة لدلتا اختاروا نقطتين اختاروا M لأن صورتها هي نفسها بالنسبة لدلتا واختاروا نقطة أخرى وبالبركار أبني مناظرتها فأتحصل على هذا المستقيم هذا هو الجزء الظاهر من المستقيم O M دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى فيديو جديد بإذن الله